عندنا سؤال بتقول انا جوزي حلف علي بالطلاق اني انا مروحش عند امي ودي الطلقة التالتة وانا مش عارفة اعمل ايه لو سمحت رد علي طيب يا ستي جوزك حلف عليك بالطلاق يبقى جوزك لازم يتصل بينا او جوزك يبقى يتصل على مية وسبعة لكن مش هينفع وخاصة انت بتقولي ان دي الطلقة التالتة يبقى ما ينفعش حد يفتيكي في الطلقة دي ولا يفتيكي في الطلقة الا مع جوزك لازم جوزك يكون موجود وهو اللي بيسأل عشان يسأله ودايما انا بأكد عن الناس لو سمحتوا بتخلوا بالكم ان مسائل الطلاق لابد ان يكون فيها مباشرة تاني مسائل الطلاق لابد ان تكون فيها مباشرة لمن طلق لمن ايه طلق اللي هو مين اللي طلق الزوج يبقى اي مسائلة في مسائل الطلاق لازم الزوج يكون الاساس فيها ليه لان هو صاحب اللفظ فما ينفعش تفتي في الطلاق لحد تاني يعني ايه ما ينفعش حد يقول لك والله انا بيعتبارك طبيب يعني والله انا ابن عم مريض بس هو مش هيقدر يجي ممكن تكشف علي انا وانا عارف كل الاوصاف المرض اللي عنده هتقول له ايه هات ابن عمك عشان اكشف علي ايه اسأله يا سيرة خالص 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 مين اللي طلق زوج حضرتك يبقى مين اللي لازم نسمعه زوج حضرتك وانا بس عايزة اقول معلومتين مهمين جدا عشان الناس اللي بتتعود ان هي بتفتي في الطلاق لازم لازم يسمع اللفظ لازم يسمع اللفظ ولازم يتأكد من اللفظ ليه؟ بلاش فكرة ان هو حلف عليا حلف عليا دي ممكن تكون بقى عليا الطلاق وممكن حلف عليا لو رحتي المشوار الفلاني تكون يطالق والالفاظ بتاعت الطلاق يختلف الحكم فيها من لفظ الى لفظ بالعكس ده احنا عندنا اصلا ممكن حكم الطلاق يختلف بتغير حرف في لفظ الطلاق يعني اصلا لما يقولها انت طارق ايه لما يقولها انت طالق فلازم نسمع الفاظ الطلاق بدقة وعشان كده لازم نروح وحتى بتقول له جوز يحلف عليا بالطلاق اني ما روحش عندي امي يبقى عليا الطلاق ما تروحي عند امك ولا لو تبقى طالق لو روحت عند امك الاتنين ودين نفتي على ايه؟ مش هنفتي غير لما نسمع فاتوى الطلاق من الزوج عشان نقدر نرد عليها انا عارف ان انت ممكن تكوني في حالة صعبة وحاسة ان انت مخنوة وحاسة ان انت خايفة تكوني عايشة في حرام كل الكلام ده فنعمل ايه؟ نسرع بالسؤال نسرع بالسؤال عشان نقدر نجاوب على حضرتك ويكون الامر في احسن حال ان شاء الله ربنا يصلح دات البن ويبعد كل شر يا رب العالمين ونصيحة للزوج ما ينفعش ما ينفعش البيت يخرب عشان مشوار ليست من الحكمة دي سيدنا عمر لو كان بيسمعي الكلام ده كان عيق كان ممكن يتصرف تصرف تاني لما ينفعش ان البيت تخرب عشان ايه؟ روحها للام او عشان اكلة ما تعملتش البيت ما تعملتش عشان يتلعب بيها كده